اشتركوا في القناة خلينا ننتقل لموضوع شديد الاهمية وفيه خليني اعتذر الاول لضيفي العزيز عن الوقت الدايق والوقت اللي جري بس نظر للاهمية هذه الوسائق الكاتب السياسي والاعلامي العراقي الكبير سيتسالم مشكور منورنا داخل الاستوديو شكرا اعتذر عن الوقت الدايق لكن هي هتتعوض هتتعوض والاسبوع ده مش الاسبوع اللي بعده بإذن الله لو وقت حضرتك يسمح اولا اهنيكم وابارك لكم وابارك لنفسي ايضا على تحرير الموصل من الدوعاش لكن مستقبل العراق بعد تحرير الموصل الفنول الهاربة من دواعش الموصل هيتم التعامل معها ازاي؟ تعتقدون الى اي مدى سوف تذهب هذه الفنول التي قد تصبح اكثر شراسة؟ شكرا جزيلا اولا شكرا على التهنئة والتي هي تهنئة لكل الدول المعنية بمحاربة داعش وعلى رأسها مصر وسوريا انتم ونحن وسوريا ودول اخرى المعركة واحدة وانت عددت اماكنها كل نصر في اي دول منها الدول ضد داعش هو نصر لباقي الدول ايضا لان القضاء عليهم في العراق لا يعني انهم سينتهون في مصر او في سوريا او غيرها ما حدث هو النصر في معركة رئيسية لتحرير الموصل القضاء على الدوعش في الموصل لكن الدوعش لم ينتهو في العراق ما زالت هناك بؤر مثل منطقة الحويجة منطقة تلعفر واماكن اخرى لا زال الدوعش فيها ايضا تسرب الكثير منهم الى مناطق اخرى ليبقوا في خلايا المقريب من بغداد خاصة في منطقة المسمى حزام بغداد التي تحيط ببغداد هذا يعني ان ما حدث هو حسم عسكري في المعركة الكبرى لكن هناك معارك اصغر لكن الملف الامني سيأخذ وقتا ضويلا ويحتاج الى جهود كبيرة ايضا من اجل انهاء وجودهم تماما في العراق طب ايه تعليقكم على تصريحاتنا برئيس العراق سيد اياد علاوي بان قطر تبنت مشروع مشابه لايران بهدف تقسيم العراق طائفيا لانه حان الاوان لمواجهة صريحة مع هذا التقسيم الطائفي ومواجهة صريحة مع تبني قطر لهذا المشروع بالتأكيد قطر كما دول اخرى تبنت موضوع الحجد والتقسيم الطائفي الحجد الطائفي والتقسيم الطائفي داخل العراق ساهمت ودعمت هذا التقسيم انا يعني دائما افكر ان عشرات المليارات من الدولارات التي صرفت في دعم حركات وفي عمليات تقسيم الدول وتدميرها ووصلت الى ما وصلت اليه اليوم كما نرى جميعا لو كانت انفقت في مشاريع تنموية ومعالجة الفقر ورفع مستوى التعليم لهذه الدول لكانت قلوب عشرات ملايين العرب الآن معلقة وهي التي تحتضن هذه الدولة والتلك من من دعمها الارهاب طيب وانا بتكلم على مسألة رفض فكرة اي تقسيم طائفي او على اسس مذهبية بيجي واحنا بنشتغل على الحلقة وانا قاعد عمال بحضر الحلقة صدمت في مجموعة من التصريحات التصريحات كان فيها مذهبية او طائفية تما يعني لقيت التصريحات لقسم سليماني وطبعا معروف هو قائد فيلق القدس بالحرس الثوري حول انه هذا جاء ردا على احفاد عمر ومعاوية لقيت التصريحات بقى اخرى يعني عندي قيس الخزعالي عندي هادي العمري عندي ابو مهدي المهندس وما الا ذلك تصريحات كانت لا اظل ان هذا موضعها ولا هذا وقتها ولا هو المطلوب يعني لا نحن نتحدث عن تحرير مكة والمدينة ولا نتحدث عن حرب على احفاد معاوية ولا على احفاد عمر وابي بكر نحن نحرر وطن نحرر ارض هذه التصريحات قد تذهب بنا الى اي مدى اولا لا ادري مدى مدى مصداقية هذه التصريحات يعني المصادر التي نقلت تعرف ان الوضع الان يحتم الكثير من الافتراءات هو نسبة الاقوال الى الاشخاص لكن بعض التصريحات يجيب ان تخذ في سياقها عندما يقول مثلا ان هؤلاء ابناء الحسين وانه ليس المقصود هو موجه ضد طائفة اخرى يزيد هل كان يمثل المسلمين السنة لا ابدا لكن من مدرسة حسين باعتبارها مدرسة ثورة ضد الظلم وضد من اجل العدل وبالتالي هذه رسالة كل مسلم وبنها في خدمة كل مسلم ولا تخذ طائفة دون اخرى جو الشحن الطائفي يضع هذه التصريحات احيانا في سياق معين ويستخدمها من اجل كما تفضلت انت من كثير من اطراف تراهن وتستغل هكذا تصريحات من اجل ان تزيد من الشق والهوة الطائفية والمذهبية بين ابناء الوطن الواحد هناك خطة ما يكشف عنها المجلس الاسلامي في العراق للوصول للتسوية بالعراق على خمس مراحل تسوية ايه هي تقريبا لو نقدر نقول عليها قلب هذه الخطة او خطة التسوية ورأيك في هذه الخطة ايه يعني هو مشروع التسوية مشروع المصالح اطلق عليه مشروع المصالح لكن اعتقد انتهت الحديث عنه فيه الان بحوره انهاء المشكلة المشكلة في العراقية السياسية العناوية الطائفية اعطيت العناوية الطائفية والقومية انما هي من استخدمها كادوات في هذا المشروع المشكلة الاساسية هي مشكلة سياسية وتحديدا ودعني اكون صريحا كما انا دائما هي مشكلة بين تيار سياسي لو استخدم صبغة مذهبية ينتمي الى سياسة الماضي الى يعني بشكل من الاشكال الى سياسة السابقة قبل 2003 وتيار اخر هو اليوم في السلطة ايضا مشارك ويؤمن بالنظام السياسي ما بعد 2003 التيار السابق او التيار المنتمي للماضي هذا له عنده هواجس من ان الذين شاركوه الان في السلطة وكانوا مقصيين عن السلطة قد ينتقموا قد يهمشوه التيار الجديد الذي شاركه في السلطة وكان مقصي منذ عشرات السنين هذا ايضا له هاجس عنده هاجس ان يعود الماضي مرة اخرى تبادل الهواجس وعدم الثقة يزيد من استمرار مشكلة سياسية لذلك المشروع كان ينصب على انهاء هذه المشكلة يبدأ بصفحة جديدة يبدأ ببناء صفحة ثقة بين كل اطراف السياسية لا الذي كان يسود قبلا سابقا يريد ان يعود ويفكر ان يعود ولا الذي جاء يفكر ان يقصي السابق وبالتالي العمل في اطار وطني واحد وحل كل المشكلة وسد الطريق امام اية محاولات من خارج الحدود لتوسيع شقة الخلاف بين الاطراف وتعميق الهواجس والمخاوف بين المكونات سبق لي انه استضفت سيد عمار الحكيم في هذا البرنامج واعتقد انك الحظ كويس جدا بهذه الاستضافة ورأيت فيه رجلا توافقيا يعني سيد عمار الحكيم الآن يدعو الى جلوس المملكة العربية السعودية مع ايران لاجات حلول نهائية للازمات الموجودة في المنطقة ويرى انه ده ينهي جانب كبير من الصراعات الموجودة في منطقتنا العربية او على الاقل في المنطقة الخليجية تعتقد الى اي مدى والعراق مستعد لان يكون هو طرف التوافق والتوفيق الى اي مدى ده ممكن ينقع محق جدا في تشخيصي هذا لان كثير من المشاكلنا هي تعود الى صراع المحورين الذين تتزعمهم من جانب العربية السعودية ومن جانب ايران وبالتالي العراق هو ساحة لصراع كما انه ساحة لصراع محورين الولايات المتحدة وايران ايضا العراق ارض رخوة بعد 2003 ساحة مفتوحة لعمل اجهزة المخابرات للتدخلات وبالتالي حتى الكثير من الكيانات السياسية ربما اجبرت او بشكل لاسباب معينة اصبحت تتناغم مع رغبات دول الاقليمية وبالتالي اصبح العراق ساحة لمعارك يصبح كأنه ساحة بالنيابة يشهد معارك هذه الدول او صراع وتجاذب هذه القوى الاقليمية والدولية طيب انا اتمنى ان احنا نكمل الحوار للأسف الشديد هو الوقت خلص لكن هو الحوار ده هيكتمل هيكتمل والاسبوع ده باذن الله سبحانه وتعالى لو كلنا عمره لو وقت حضرتك يسمح لي اشكرك جدا واجدد اعتدري مرة تانية على دي الوقت شكرا جدا 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 للكاتب السياسي العراقي والاعلاني العراقي المعروف سيد سالم مشكور شكرا جدا على وجودك معنا انا ادعوكم تاني الى انه نتابع يا جماعة هذه الوسائق التي تم تسربها من قبل معارض قطري الى شبكة سي ان ان الامريكية واللي كان لينا حظ ان احنا لحقنا وعرضناها كاول قناة مصرية واول برنامج مصري على شاشتنا اون لايف وبرنامج بتوقيت القاهرة نترككم مع تسريبات حول اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي اقيم في 23 نوفمبر 2013 والذي وقع عليه صاحب السمو الامير تميم بن حمد اتفضلوا جماعتكم اشتركوا في القناة